جلسة نقاش جديدة لمجلس الأمن حول اليمن في هذه الجلسة بدت مقاربة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث أكثر موضوعية بتأكيده أن كل ما بذل من عمل وجهد يواجه اليوم خاطرا عظيما قد يأتي على كل ما تحقق أعاد غريفث عرض خطة الحل التي قال إنها تتلخص في توحيد الرؤية من قبل أطراف الصراع اليمن ما بعد النزاع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية وعلى أساس تشكيل حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي وقطاع عسكري وأمني يحمي جميع اليمنيين وفرصة لإعادة الإعمار وتنشيط مؤسسات البلاد واقتصادها المبعوث الأممي لفت الانتباه إلى التهديدات التي تمثلها ناقلة نفط صافر في ظل التدهور المتواصل في وضع ناقلة والذي ينذر بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل في البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية واقتصادية لليمن ولجيرانه داعيا إلى التعامل مع ذلك التهديد على أساس تقني بحت وبعيدا عن التسييس وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن شدد السفير محمد السعدي على موقف الحكومة الذي يرى أن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق سوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها وبرزت إحاطة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك كأهم ما جرى الوقوف عليه في جلسة مجلس الأمن تضمنت إحاطة لوكوك اتهامات صريحة لكل من الحكومة والحوثيين بتعطيل وتقييد تحركات وأنشطة المنظمات الإنسانية والإغاثية وعلى نحو يظهر تأثير الإنقلابيين الجدد في عدن والوصاية المشكوكة في نزاهتها والمفروض من جانب التحالف على الشرعية اشتكى لوكوك من إجبار المنظمات الإنسانية في عدن على الانتظار فترات طويلة للحصول على تصاريح بعملها ومن عدم موافقة الحكومة على 30% من مشاريع المنظمات غير الحكومية كما اشتكى من إعادة ثماني شاحنات محملة بإمدادات طبية بعد احتجازها في مارب منذ 30 يناير بعد فقدان نحو 70% من حمولتها لكنه لفت في المقابل إلى مشاكل أكثر خطورة في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن طلبوا من المنظمات توقيع اتفاقيات تتعارض مع المبادئ الإنسانية ومنعوا حوالي 40% من مشاريع المنظمات غير الحكومية العام المنصر معتبراً أن هذه الأوضاع غير مقبولة لأن إيقاف أكبر عملية مساعدات في العالم سيكون مميتاً لملايين الأشخاص كما عبر عن القلق الحاد إيزاء الحالة الإنسانية الراهنة لا سيما في محافظات مارب والجوف وصنعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر